موسيقى احتفالة متواصلة بعيد الثورة تأكيد على وحدية الشعب اليمني وفات أحد الآباء في ظلم مساومة حوثية لأهالي أطفال مرضى السرطان الذين قضوا إثر حقنهم بجرع فاسدة علاقة مصالح غير قابلة للإستمرار قابائل طوق صنعاء تخوض مواجهة صميطة لمقاومة نزعة الهيمنة الحوثية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين ومعكم ملفات إخبارية أهلا بكم أعزائنا المشاهدين ملفات إخبارية والبداية مع الزميلة فكرية نعم شكرا بندل بعد 59 عاما من ثورة 14 من أكتوبر المجيدة لا يزال اليمنيون يتذكرون نضال وتضحيات الثوار الأحرار في ثورتين سبتمبر وأكتوبر التي امتزجت فيهما دماء الثوار الأحرار من شمال الوطن وجنوبه في مواجهة الكهنوت الإمامية والاحتلال البريطاني لتتجسد تضحياتهم تلك بوأد مشروع الإمامة المتخلف ورحيل المستعمر من عدن وذلك ما يعقد عليه العزم أحرار اليمن اليوم في ظل طموح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ومحاولة استحضار الماضي البغيض وتكريس سلطة الكهنوت من جديد تتواصل احتفالات بأعياد الثورة اليمنية حيث نظمت السلطة المحلية في محافظة عمران احتفالا بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة وتناولت فقرات الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية والرقصات الشعبية التراثية بالإضافة إلى فقرات خطابية وطنية جسدت المواقف البطولية للأحرار في كل اليمن حتى تمكنت ثورة السادس والعشرين من ستمبر بعد نجاحها بتقديم دعم واسع للثوار في جنوب الوطن حتى تحققت ثورة الرابع عشر من أكتوبر واكتملت برحيل المستعمر البريطاني من مدينة عدن وفي سودان أقامت الجالية والاتحاد العام لطلاب اليمنيين حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة عياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفي الحفل الذي بدأ بالنشيد الوطني واستعراضا للعسكريين الدارسين في سودان ألقيت عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن أهمية هذه المناسبات الوطنية وعظمتها كما تم في الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية والإنشادية وأداء الزهارات وتنوع استراضي للفكلور الشعبي الذي يعكس تنوع تراث اليمني والقصائد الشعرية المعبرة عن أفرح ثورتي سبتمبر وأكتوبر وذكر عيد الاستقلال المجيد 30 من نوفمبر في موضوع آخر توفي والد أحد الأطفال المصابين بالسرطان الذين ماتوا بحقن الدواء الفاسد متأثرا بحالة القهر بعد خسارة طفله وأفادت مصادر محلية أن محمد أحمد سويد والد الطفل الضحية هاشم التحق بابنه بعد يومين من وفاة الطفل الذي حقن مع 47 طفلا آخرين بجرع دوائية منتهية الصلاحية توفي على إثرياء 18 طفلا بينما الآخرون في العناية المركزة حالتهم حارجة في غوض ذلك انتدبت ميليشيا الحثي ممثلين عنها لمساومة أهالي أطفال مرضى السرطان الذين يقضوا إثر حقنهم بجرع فاسدة في مستشفى الكويت في مسعى حثيث لدفن تفاصيل هذه الجريمة الإرهابية موت بالذي كان هو الدواء أطفال مرضى السرطان في مستشفى الكويت راحوا ضحية أدوية منتهية الصلاحية تسربت إلى أسادهم وأفقدتهم أمل الشفاء ونهبت أروحهم بعد قرب انتهاء الجرع العلاجية للبعض مع ظهور بوادر الشفاء صداع شديد وآلام لا تحتمل في البطن وتقيء وتشنجات ضعفت الجراحة والآلام وأورثت الموت والحسرة أكثر من ثمانية عشر طفلا من مرضى السرطان في صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي راحوا تباعا ضحايا نتيجة حقنهم بمايثو تراكسيت يوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر فيما لا يزال ثلاثون طفلا في غرف العناية الفائقة في حالة يرثى لها موزعين على عدد من مشافي العاصمة يساور أسرهم بصيص أمل في نجاتهم وفي مفارقة كبيرة أقرت ميليشيا الحوثي في بيان لها عن موت وإصابة أطفال مرضى السرطان نتيجة إعطائهم جرعات منتهية الصلاحية مع تقليص عدد الضحايا وفي الوقت نفسه منعت أهالي الضحايا من اتخاذ أي إجراء قانوني وتعمل على دفن تفاصيل مذبحة الأطفال وتشفيف منابع الغضب عبر محاولة إغراء لأسر الضحايا وفي سلسلة تنصلها عن مسؤولياتها ألقت بالجريمة المروعة عن كاهلها وألصقتها بشماعة الآخرين نقابة الصيادلة والمهن الطبية أشارت إلى أن الميليشياء سعت إلى استياد الحلقة الأضعاف في القضية بهدف صرف الأنظار عن المتسببين الرئيسيين المسؤولين عن شركات الأدوية التي جلبت هذا الدواء سبق وأن اعترفت ما تسمى بهيئة الدواء بعلم وزارة الصحة التابعة للميليشياء بتهريبه وتسجيله لديهم برقم محدد منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت بفتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات الجريمة كما طالب المرصد الأورو متوسطي بفتح تحقيق في مدى استفادة اليمنيين من المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية بشكل مجاني وفيما إذا كان يجرى بالفعل تخزينها لمدة طويلة بغرض استفادة الحوثيين منها بشكل غير قانوني للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إيهاب القرشي باحث في المجال الإنساني دكتور إيهاب مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بك نعم هناك حملات حوثية لمساومة أولياء أمور الأطفال الذين قضوا نحبهم بأدوية مهربة لدفن القضية يترى دكتور إيهاب كيف تصف تورط الميليشيات في التهاون والعبث بأرواح الناس طبعا أولا المساومة يعني لن تبدي شيء الآباء بدأوا يفقدوا حياتهم قهرا على أبنائهم وبالتالي لا يقدم يعني يعادل هذا الإحساس والشعور لدى آباء هؤلاء الأطفال وأمهاتهم والشعب اليمني جميعا يعني يعزي كل من أصيب بهذه الفاقحات الكبيرة ونحن أولهم يعني كمواطنين قد يحدث هذا لأبناءنا وأقرباءنا في كل مكان خاصة وأن هناك ظل أيضا للأمم المتحدة بالأمر مع الحوتيين والفساد المستشري والمشارك به ما بين منظمات دولية وما بين الحوتي حيث هذا المرض بالتحديد يعني تعنى منظمات الصحة العالمية بقلب الأدوية إلى اليمن وقد تتفق مع الحوتي يعني في تقاسم عائدات معينة للأدوية خاصة وأنهم بدأوا يوزعها في الصيدليات أيضا عملية الشراء لهذه الأدوية كانت عبر المنظمات الدولية وهناك دلائل كثيرة يعني ليس في الدواء فقط والغذاء وغيرها يسترون أمور مقربة على الانتهاء وبالتالي سوء التخزين وصعوبة الوصول توصلها وهي فاقدة لصلاحيتها هناك أيضا الإقراءات التي لم تتم والتي أوقفها الحوتي من إقراءات هامة جدا لدى هيئة الدواء في صنعة وهي بمقابل قانون العام المعمول به وكانت من أشد الإقراءات التي يستولد بها التقار والشركات الوكيلة للأدوية أدويتهم من المصالح بعد زيارة تلك المصالح والإشراف عليها والتأكد من فحص وسلامة التخزين والنقل وإلى آخره هذه كلها الإقراءات لم يكتلت لها الحوثي لأنه أتى من بيئة غير طبية يعني كان المتوكل نعم دكتور كيف يتحكم الحوثيون حاليا بالسوق الدوائي في صنعة ومرضق سيطرتهم عبر الشراكات مع لوبي ومع حصابات تهريب الأدوية التي توثر هذه الأدوية وهي بطرق احتيالية وطرق تهريب ولا يكون لها مصدر سليم وحقيقي يعني الآن هذه المنتقات أقت من الهند لكن هناك مصادر كثيرة جدا للأدوية التي تدخل لليمن بطريقة غير مشروعة نعم يعني وهم يقولون أن هناك حصار إذا كان الحصار على ما هو رسمي فكيف سيدخل التهريب يعني لكن هناك شركات هي شركة للمتوكل نفسه في صنعاء وهي شركات وهمية تقوم فقط بالشراكة واستلام الفوائد وعلى بقية ضعفاء النفوس وعادمية الضمير أن ينتجروا بأرواح الناس نعم أود أن أقول أن يعني ضمية المسؤولية على الغير هو يعني لا زر الرماد على الحيون نعم وزير الصحة الحوتي نعم وإداراته المتعددة يجب أن تستخيل وأن يتم التحقيق معها وأن تحاكم ويجب أن الحكومة اليمنية أن تتخذ إقراء أمام الأمم المتحدة كوننا تحت البند السابع نعم وكون الحكومة من فرضت علينا من قبل الدول الرباعية والأمم المتحدة نعم دكتور كيف من المفترض أن يتم تصعيد هذه الجريمة إلى الرأي العام الدولي لإيقاف هذا العبث المشكلة الكبيرة في تعاطين نحن كشرعية وكحكومة شرعية مع قضية بهذا الحكم قضية مست قلوب اليمنين كلهم قضية قد تحدث أيضا في المناطق المحربة كون الأدوية التي تدخل لليمن تنتشر في كل مكان ويتم تداولها في كل صيدليات وفي كل مستشفيات يعني هذه كانت كبيرة لكن تعاطي الحكومة تعاطي ضعيف المفترض صحيح أن وزير الإعلام أصدر بيان توضيحي بهذا الشأن لكن لا يكفي هذا مثل ما قلت لك نحن تحت البند السابع ومقام البند السابع إذا حدث لليمن أو لشعب اليمن أي شيء ضارة يعني عليهم مساءلة الأمم المتحدة عبر الحكومة الموجودة والمعينة من قبل الدول الرباعية وبالتالي لا بد أن وزير الخارجية ورئيس الحكومة أن يصعدوا الأمر هذا إلى مجلس الأمن يعني وفاة خمسين شخص الآن معرضين للموت وتوفوا أو نصبهم وفاة الحقوقهم الآباء نعم دكتور إيهاب القرشي باحث في المجار الإنساني شكرا جزيلا لك إلى ذلك أصيب مدني برصاص قناص حوثي في محافظة تعز وأفادت مصادر محلية بأن مدنيا يدعى مراد محمد عبدالغني أصيب بنيران قناص الميليشيا الحوثية المتمركزة في تبة الصالحين في منطقة الشقب التابعة لمديرية الصدر المواد وبحسب المصادر فإن الجريح تعرض لإصابة بليغة في كتفه تم إسعافه على إثرياء إلى أحد المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج وتواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا شن قصفها العشوائي للأحياء السكنية في المدينة بالإضافة إلى استهداف مدنيين برصاص قناصتها وفي صنعاء قتل اللواء درهم نعمان الحكيم برصاص مسلحين مجهولين وقالت مصادر محلية إن مسلحين ملثمين أطلقوا مساء الأحد وابلا من الرصاص على منزل اللواء الواقع بشارع حد جنوب صنعاء ووفقا للمصادر فقد أسفر إطلاق النار عن مقتل اللواء الحكيم فيما فر الجنات إلى جهة مجهولة يذكر أن الحكيم سبق أن شغل مناصب متفرقة منها محافظ محافظة لحج ومحافظة الجوف ومحافظ شبوة وكذا سافيرا لليمن في إثيوبيا ورئيس المنطقة الحرة على فترات زمانية متفرقة في صنعاء أيضا أقدم مسلح حوثي على قتل شاب في العشرينات من عمره بأمانة العاصمة وأوضح مصدر المحلي أن الشاب أيمن محمد العلفي قتل على يد مسلح حوثي يدعى عبد الكريم المراني وأصيب بجواره اثنان آخران بالقرب من محلات الرجوي شارع شيرة وسط صنعاء وأضف المصدر أن جريمة القتل جاءت بعد أن طلب ضحية من القاتل تهدئت السرعة خوفا من أن يدهسه على دراجة نارية للمرة الثانية شنت الميليشيا الحوثية حملة عسكرية على قبليين في منطقة صرف التابعة لبني حشيش شرق صنعاء التي ينتمي كثير من أبنائها لجماعة الحوثي بسبب نزاع على أراضي وإرادات وإتاوات مالية تنتزعها الميليشيا قسرا من السكان شمال العاصمة اليمنية صنعاء وتحديدا في منطقة صرف تعود المواجهات من جديد بين الحوثيين وقبائل ما تسمى بالطوق على خلفية مطامع من قيادات حوثية ورفض من القبائل التسليم للميليشيات حيث تنشب بين الفترة والأخرى مواجهات متقطعة تنتهي بصلح قبالي يخمد نيران الحرب مؤقتا لكن مطامع الحوثيين تعيد المواجهة من جديد يعود تاريخ المواجهة بين قبائل بني حشيش والحوثيين منذ مارس في العام 2017 على خلفية تبيض قيادات حوثية لأموالهم بشراء أراضي في بني حشيش والمطالبة بالمراهق وهو الأمر الذي أدخل الشركاء في نزاع كبير مع الحوثيين وانتهى بالصلح القبالي الذي أنهى لفترة مؤقتة مطامع الحوثيين في الاستئثار بأراضي القبائل التي ما تزال مسجلة ضمن الأراضي الزراعية الواسعة وبرغم استئثار الحوثيين بأكبر قدر من شباب بني حشيش وزج بهم في جبهة القتال إلا أن الحوثيين يسعون للسيطرة على أرضهم والتكسب من خلف مزروعاتهم تحت غطاء ما يسمى بالاكتفاء الذاتي وفرض إتاوات على كسارات الأحجار والنيس والكر تحت غطاء ما يسمى بالخمص والضرائب التي تم تقديرها بعشرة في المياه على المخروج وعشرات الآلاف من الريالات على وسائل النقل ست سنوات وبني حشيش تواجه الحوثيين منفردة حيث تم تأطير مناطق شمال صنعافي مربع الكتلة غير الموالية للحوثيين بحكم مضي القبائل في المحافظة قدر الإمكان على مدخولهم الاقتصادي ورفض منازعات في مدخولهم اليومي والشهري ورفض بني حشيش محاصصتها مع الحوثيين هذا ويحاول الحوثيون حاليا الضرب بيد من حديد على القبائل في بني حشيش في منطقة صرف وقبائل همدان في العرة وبني الحارث في السوق الخميس وبني مطر في متنى وبيت عذران كما يحاول الحوثيون ضرب طوق صنعافي أرحب أيضا لإخضاع القبائل وتأمين محيط صنعاء ما يجعل من علاقة الحوثيين الحالية بالقبائل أمام حياة أو موت لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخ صلاح باتيس عوض المجلس الشورى مرحبا بك شيخ صلاح قدمت قبائل طوق صنعاء نعم قبائل طوق صنعاء قدمت الكثير من التنازلات للحوثيين ما جعل منها لقمة سائغة في يد الميليشيا ضعنا أكثر في صورة ما يحدث بسم الله الرحمن الرحيم أحيي أبناء اليمن جميعا بالتزامن مع الدكرة الستون لثورة السلس والعشرين من سبتمبر والدكرة التاسعة والخمسين لثورة الثورة عصر المكتوبر المجيدتين هاتين الثورتين التي خرج بهم الشعب اليمني بالمكتسبات الكبرى في إسقاط الإمامة الكهنوتية في شمال الوطن وقرب الاستعمار البريطاني من عدم في جنوب الوطن وبعد ذلك توجد هذه النظالات بتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو تسعين ولا زال الشعب اليمني يناضل من أجل استخطاقاته ومكتسباته وتحقيق أهداف هذه الثورات ونظالاته الكبيرة لا شك أن الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم من إيران جاء على كثير من هذه المكتسبات وكثير من هذه النظالات ليقضي عليها لكن هي هات ها هو الحوثي يكرر مرة أخرى ما كرره آبائه وأجداده في السابق حينما حاصر هذه القبائل في بن حشيش وفي هذه المناطق كلها من طوق صنعاء وأراد أن يخضع هذه القبائل لسلطته وحكمه الجبروتي المتكبر لكن اليمنيون دائما يعني يرفضون هذا النوع من الحكم الجبري وهذا النوع من الحكم الاستبداد الرجعي ومهما كان للحوثي الغلبة في بعض أجزاء ومحافظات اليمن ومنها العاصمة صنعاء ومحافظة الصنعاء وبعض المحافظات الأخرى لكن هذا دليل على أن القبائل اليمنية وأبناء الشعب اليمني لم يخضعوا ولم يستسلموا استسلاما كاملا بل ينتظرون اللحظة الفارقة واللحظة الحاسمة التي يتحرك فيها أبناء اليمن من المحافظات المحربة من كل الاتجاهات صنعاء عندها سينقض اليمنيون وهذه القبائل على هذه الميليشيا الكهنوتية ويقضون عليها نعم شيخ صلاح ما أثر حروب الحوثيين ضد القبيلة بالنسبة للمجندين من أبنائها الذين ما يزالون منخرطين في إطار قوام الميليشيا هل تؤثر نزعة الحوثيين الطامعة في الاستئثار بأراضيهم على استمرار أبناء القبائل مجندين مع الحوثيين أولا أخي العديد لدى الحوثيين نزعة أخرى استعلائية وهي نزعة عرقية وسلالية يرون أنهم من سلالة أطهر وأكبر وأرفع وأعمض وأعظم من أبناء اليمن ولذلك يسعون للاستئثار بالأراضي ولذلك يسعون للاستئثار بالأراضي ليس فقط بالأراضي بكل شيء هم يرون كل شيء ملك لهم ويرون الناس عبيد لهم لأنهم يتحدثون عن سيد ويتحدثون عن حق إلهي ويتحدثون عن سلالة طاهرة وكأن بقية أبناء اليمن سلالة غير طاهرة وأنهم عبيد وليسوا سادة بل يعتقدون أن هذه الأموال وهذه الثروات والبيوت والمزارع والتجارات كلها يجب أن تكون ملكاً لهم وحقاً حصرياً لهم وبالتالي لن يرضى الشعب اليمني بذلك مطلقاً الشعب الحر الشعب اليمني شعب حر وأبي نحن نتحدث الآن عن حراك قبلي نتحدث عن ثورة قبلي في ظل مواجهة بني حشيش مثلاً وتعرض قبائل الطوق بشكل عام للضرر في هذا الإطار وأنت قد ذكرت ذلك هل حانت اللحظة لتحرك الجميع بصوب العاصمة الصنعاء هل هناك استراتيجية يمكن بها دعم القبائل واستمالتهم لما يخدم المعركة الوطنية أخي العزيز مما يثير الفخر والإعكزات اللدينا جميعاً اليوم أن الوعي لدى المجتمع اليمني والشعب اليمني والقبائل اليمنية أصبحت في مستوى راقي جداً حتى أن الحوثي لا يستطيع أن يتبح ويقضي على هذه الثورة لأن اليمنيين ينتظروا قيادة هذه المعركة من قبل مجلس القيادة الرئاسي وقيادة الشرعية وقيادة وزارة الدفاع وقيادة المقاومة الشعبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي هم المعنيون برسم خطة وتحديد ساعة الصفر وسيجدون كل القبائل اليمنية والجيش اليمني والتشكيلات العسكرية اليمنية من كل وزارة الإتباع الداخلية وكل أبناء اليمن يلتقون حولهم لتطهير العاصمة الصنعة وتحرير اليمن واستعارة الدولة من هذه الميليشيا الحوتية المدعومة الشيخ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك في تقرير جديد لها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من مليوني طفل تسربوا من التعليم وأكثر من أربعة ملايين بحاجة إلى دعم فيما أغلقت عشرون بالمئة من المدارس أبوابها يفوق حجم لاحتياجات الإنسانية قدرة جهات الإغاثة على الاستجابة ما جعل اليمن أمام حاجة كبيرة لتكتيف وتوسيع الجهود الإغاثية للمنظمات الإنسانية يعيش قطاع التعليم في اليمن أزمة حدة وتدهورا غير مسبوق أكثر من مليوني طفل تركوا مدارسهم قصرا بعد قرابة ثماني سنوات من النزاع المسلح هذا ما جاء في التقرير الأخير للجنة الدولية لصليب الأحمر وتشير الإحصائيات إلى أن منشأة تعليمية واحدة على الأقل من كل أربع منشآت تعليمية دمرت أوطالها ضرر أو استخدمتها المليشيات الحوثية لأغراض عسكرية على مدى السنوات الثمان الماضية وتتفق هذه الإحصائيات مع ما أوردته مؤشرات منظمة اليونسيف التي تؤكد بياناتها أن ما يزيد عن مليوني طفل في سن التعليم منقطعون حاليا عن الدراسة وأكثر من أربعة ملايين بحاجة إلى دعم للحصول على التعليم فيما أغلقت عشرون بالمئة من المدارس أبوابها السنوات الضائعة من دون تعليم لأطفال اليمن ستحمل تبعات سلبية حذرت منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خصوصا وأن اليمن خسر الكثير من الكوادر التعليمية سقطوا نتيجة الصراع أو النزاع القائم في حين اضطر آلاف المدرسين إلى البحث عن عمل آخر بسبب عدم تلقيهم رواتب كما أجبرت الأخطار والآثار الاقتصادية آلاف الأسر على التوقف من إرسال أبنائها إلى المدارس المشهد المؤسف هذا يلخص الواقع القاسي الذي يعيشه جيل كامل من أطفال اليمن الذين يكافحون من أجل الحصول على التعليم ولا يزال عدد الأطفال الذين يعانون من انقطاع التعليم في الزياد في حين ينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة أن تكفل أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والعنف الذي يستهدف الطلاب والعاملين في مجال التعليم والمدارس والجامعات ويرى مراقبون أن معالجة أزمة التعليم في اليمن تتطلب نهجا شاملا تنخلط فيه عدة قطاعات يسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية كافة خاصة أن حجم الاحتياجات الإنسانية فقى قدرة جهة الإغاثة على الاستجابة بحسب ما ذكرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كاتري ناريتس التي دعت إلى تكثيف الجهود السياسية لحصول ملايين المواطنين على الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم ومعالجة الوضع الإنساني البائس الذي أفرزته الحرب الدائرة في البلاد لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم دكتور مرحبا بك دكتور هل تسمعني؟ دكتور حاول أنت نعم دكتور نحن لا نسمعك جيدا نعم نحن نسمعك الآن جيدا دكتور هل استمعت للتقرير يعني الأرقام التي في التقرير دكتور هل تسمعني؟ نعم نعم الآن أسمعك جيدا دكتور أسمعنا صوتك لو سمحت حيك الله أخير نعم دكتور الآن أسمعك جيدا دكتور حسن نعم تقرير جديد للجنة الدولية للصليب الأحمر تحدث عن أكثر من مليوني طفل تسربوا من التعليم أكثر من أربعة ملايين بحاجة إلى دعم كيف تقرأ هذه الأرقام المخيفة والمتزايدة وكيف يمكن أن نحلل هذه الأرقام وكيف يمكن أيضا حماية الأطفال من كل ذلك هذه المأساة أخي الكريم عانى منها اليمن وسيعاني منها في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي على المناطق التي تحتلها حتى اليوم هذه المأساة أسبابها كثيرة ومن أهم أسبابها أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى هذا القطاع الهام وهو قطاع التعليم بعملية ممنهجة لعملية تقريف هذا القطاع بصورة ممنهجة وبصورة واضحة لأن أفكارها لا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل بيئة جاهلة فسعت منذ البداية إلى إفراغ العملية التعليمية من محتوها من خلال عدة مسارات هذه المسارات بدأت باستهداف المعلم من خلال قطع الرواتب وكذلك من خلال تحريف المناهج التعليمية استمرت في عملية التقريف هذا العام بالذات وخصوصا عندما قرضت رسوم على أبنائنا الطلاب وعلى أولياء الأمور رسوم باهضة يعجز عنها الكثير من أولياء الأمور كل هذه الانتهاكات وكل هذه المسارات الخطيرة التي تمس العملية التعليمية كانت حقيقة هي التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية أن يخرج أكثر من 2 مليون طالب من العملية التعليمية وأصبحت العملية التعليمية إن وقدت في بعض المناطق عملية شكلية من الأساس لأن المعلم لا يقدر راتب وكذلك أطالب لا يقدر الكتاب المدرسي حذرت اللجنة من مخاطر ذلك من مخاطر تسرب أكثر من مليوني طفل مخاطر مستقبلية على العملية التعليمية أنتم أيضا حذرتم مرارا وتكرارا كلما تحدثنا عن هذا الموضوع يتم التحذير من كل ما تقوم به المليشيا الحوثية إذا العملية التعليمية وبالتالي ما هو الحل كيف يمكن إنقاذ العملية التعليمية يعني الآن هناك قبائل تثور في وجه المليشيا الحوثية كما يحصل في بني حشيش الشعب اليمني سيثور بالفعل أمام هذه المليشيات المتأطرسة في كل مكان وأبناء اليمن كما ثاروا في السابق على الأئمة سيثورون على هذه المليشيات الحقيقة أن هذه المخاطر مخاطر كبيرة نحن عندما نتحدث عن هذا الرقم الكبير سنجد أمامنا في المستقبل القريب يعني كارثة محققة أن يخرج هذا الجيل وهو لم يجد حقه من التعليم ولم يتربى على أيدي مربين فأفاضل سيكون عبءا على الأسرة وعبءا على المجتمع وكذلك عبءا على الدولة اليمنية وعلى المجتمع الدولي لأن الكثير منهم قد يذهب إلى مذاهب أخرى وإلى اتجاهات أخرى من الغلو والتطرف لأنه ما أخذ حقه من التعليم الميليشيات الحوثي مهددة في أي لحظة والشعب اليمني قادر على انتزاع هذه الميليشيات وانتزاع آباؤنا الأوائل بثورتهم المجيدة ثورة 16 سبتمبر و14 أكتوبر من الإمامة والاستعمار سيدور الشعب اليمني وسينتقم لكرامته والإنسانيته ولمستقبل أجياله فهذه الميليشيات بسعى بكل تهدن إلى تعطيل حياة اليمنيين في كل أنحاء اليمن دكتور حسن القطوي شكرا جزيلا لك في اليوم العالمي للقضايا على الفقر يعيش اليمنيون بين شبح الفقر والمجاعة جراء نهب الميليشيات الحوثية لموارد الدولة وسرقة أموال المواطنين ورواتب الموظفين قبل أربعة عقود من الزمن كان اليمنيون قد ودعوا شبح الفقر والجوع وسياسة التجويع التي كانت سائدة في عهد الإمامة الكهنوتية حتى لحظة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثية على اليمنيين منذ ثمان سنوات ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم يعيش ملايين اليمنيين بين شبح الفقر والجوع وانعدام فرص العمل حيث تجاوزت نسبة الفقر في اليمن خمسة وستين في المئة في وقت يحتفل فيه العالم بالقضاء على الفقر والبطالة في الوقت الذي يسعى العالم فيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي منها القضاء على الفقر هنا في اليمن ما زال الفقر يتوسع يمن بعد آخر وهذا من نتيجة مخلفة الحرب وتوسع أو ازتياد أعداد النازحين في اليمن وبحسب ما صنفت الأولى الممتحدة بأن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم باتت المشاهد التي كانت سائدة في عهد الإمامة الكهنوتية أمرا واقعا اليوم في زمن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فمظاهر الفقر والجوع تنمو وتتوسع في أوساط المواطنين في حين تستمر ميليشيا الحوثي بنهب موارد الدولة وسرقة أموال المواطنين ورواتب الموظفين وفرض الإتاوات لإثراء هوامرها على حساب قوت المواطن كانت ثورة التعاريين في بتمبر قد جففت بعض منابع الفقر ولكن بعد عودة الهايشمية وانقلاب 2014 عاد اليمنيون إلى مربع الفقر مرة أخرى ويعني بشكل مفاجئ ومقلق جدا أصبح الأطفال بالملايين يعانون من سوء التغذية يموت الناس قهرا بالانتحار نتيجة للفقر البطالة نهب مرتبات الموظفين سنوات وهم يأكلون موارد الدولة وراتب الموظف ليس له فوق ذلك الجبايات باسم المولد مولد فاضمة ومولد عتيق تقول التقارير الأممية أن ثمان سنوات من الحرب جعلت أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر وزادت التحذيرات الأممية من شبح ما بعد الفقر الذي بات يهدد حياة الملايين من المواطنين رغم ذلك لا زالت ميليشيا الحوثي تتجاهل حق اليمنيين الأصيل في الحياة والعيش بسلام في الوقت الذي يكرس العالم ما جهوده للقضاء على الفقر تتسع رقعة الفقر في اليمن عام بعد آخر في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي لكل مبادرة السلام وإصرارها على استمرار الحرب في اليمن لقناة اليمن اليوم فود المشيدي محافظة مأرب أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة السابع عشر من أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر داعية الدول إلى القيام بأنشطة محددة في مجاري القضاء على الفقر والعوز وهي الدعوة التي لم تلقى استجابة من أطراف الصراعة بدليل تزايد النسبة الفقراء والذين يعانون من عدم الأمن الغذائي اليمن أفقر الدول العربية برسبة بلغت نحو خمسين في المئة من مجموع السكان وفق إحصاءات أممية يبدو أنها في معزل عن الأنشطة التي ينظمها المجتمع الدولي للقضاء على الفقر المدقع إلا من مناشدات متكررة لوكالات الإغاثة الدولية بضرورة زيادة الدعم لتمويل العمل الإغاثي وفي الوقت الذي يحتفي العالم باليوم الدولي للقضاء على الفقر تحت شعار الكرام للجميع تزداد رقعة الفقر اتساعا بفعل الحرب المشتعلة منذ ثماني سنوات والمتاجرة بها من الأطراف المحلية والدولية الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد فداحة الأوضاع الإنسانية حيث تشير إلى أن خمسة عشر مليون وستمائة ألف شخص يعانون من الفقر المدقع بينما أكثر من ثلاثة وعشرين مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية بينهم ثلاثة عشر مليون شخص في حاجة ماسة مراقبون يقولون إن هذه الأرقام ستظل في حالة ازدياد دائم طالما والحرب مستمرة ولم تضع أوزارها وهي المصيبة التي يستفيد منها بعض أطراف الصراع فبشهادة المبعوث الأمم الأسبق إسماعيل ولد الشيخ ثمت أطراف تعتاش على الحرب بهدف الإثراء والتكسب بعيدا عن معاناة ملايين اليمنيين ولا يقتصر التربح على الأطراف المحلية فقد وجدت المنظمات الدولية والموظفون الأمميون العاملون في اليمن من استمرار الصراع موردا هاما للتكسب من خلال دعم خطط الاستجابة الإنسانية بأكثر من عشرين مليار دولار ذهبت هباء منثورة دون أن تسهم في الحد من ارتفاع نسب الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي نظرا لاقتصار دور المنظمات على البعد الإغاثي دون أن يكون لها أي دور تنموي مستدام إنهاء الحرب يظل حجر الزاوية في مشروع القضاء على الفقر وفق مراقبين ما لم فإن الجهود المنصبة في هذا الجانب ستصب في قربة مثقوبة ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة في إنهاء الفقر والحفاظ على كرامة الإنسان باعتبارها ليست حقا أصيلا وحسب بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى ينضم إلينا في الاستوديو رشيد الأنسي المحالة الاقتصادية أستاذ رشيد مرحبا بكم بداية وفق الإحصاءات يعاني نصف اليمنيون من الفقر المدقع ومع مرور السنة والأخرى لا زال هناك تزايد مستمر في الفقر هل أصبح القضاء على الفقر مستحيلا في ظل استمرار الحرب؟ أولا بالعودة إلى دعبان اختارت الأمم المتحدة 17 أكتوبر كيوم عالمي الفقر حتى تظهر الدول مستويات مكافحتها للفقر سنة عن سنة وبرامجها لذلك الأمر يتم لدينا بالمعكوس أو بالمقلوب تماما نحن من سنة إلى سنة والفقر يزداد خاصة خلال يعني بعد أثناء الحرب يعني وصلنا إلى مراحل كارثية نحن كمثلا مقارنة ببعض الدول في الجوار مثلا مثل لبنان وسوريا وإيران وكلهما عواصم شيء يعني تتبع الحارس الثوري الإيراني نحن مشكلتنا ليست يعني بالمشكلة المعقدة إلى حد كبير خاصة أنه لو معظم يعني كان معظم اعتماد الاقتصاد المحلي على الرواتب ما لم تم إعادة صرف الرواتب أعتقد أن الأمور سوف تتحسن بشكل كبير خاصة إذا تحدثنا أن الموظف عندما يستلم براتبه سوف يقوم بالإنفاق الإنفاق سيؤدي إلى حركة في العجلة التجارية سوف تزداد المحصلات الضريبية المحصلات الجمهورية سوف يتم صرف مرتبات المتقاعدين من رواتب الموظفين يعني هنا نستطيع إذا ما صرفت الرواتب نستطيع أن نتجاوز مراحل كبيرة في مكافحة والقضاء على الفق لكن ذلك يعتمد على قوة دولية وضغط دولي على الجماعة الحوثية إضافة إلى أن على الحكومة الشرعية أن تكون لديها مواقف حازمة في هذا الموضوع نحن نرى اتفاقات الهدنة لا تحوي أي أمور بخصوص الرواتب أو القضاء على الفقر أو حاجة الناس ما فائدة أن نوقف حرب دون أن يستفيد منها المواطن نعم الحرب التي جعلت نصف اليمنيين في خانة الفقر المدقع كيف أصبحت وباتت موردا للإثراء والتكسب من الأطراف اليمنية وكذا الوكالة الإغاثية كما طبعا تحدث بالتقرير أصبحت هناك شيئين يستخدموا كدعاية للتكسب من اليمنين الفقر وسفينة صافر يعني كلاهما نلاحظ أنه من بداية الحرب والمنظمات الدولية تتحدث عن الفقر البطقع ومساعدة اليمنين وإغاثة اليمنين ومن سنة إلى آخرى الدعم يصل إليهم بالمليارات يعني ما ضخها من الدول يعني الدولة الداعمة وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي لليمن لمكافحة الفقر مبالغ مهولة لم نجد لها أي صدى بالعكس سنة عن سنة ويوما عن يوم يزداد اليمنين فقرا ويزداد اليمنين جوعا هنا مشكلات نحن نتحدث عن اقتصاد حرب أو عن ناس تربحوا من الحرب هنا هؤلاء سوف يقفون حجر عثرة أمام إيقاف الحرب لأنها سوف تنتهي مصالحهم هناك ظهرت منظمات جديدة ظهرت شركات ظهرت لوبيات معينة نلاحظ يعني مدى ظهور الشركات جديدة لدى في مناطق سلطة الحوثيين تجار جدد أثرياء جدد كل هذا من أين؟ كل هذا من ظهر يعني استفادوا من الحرب نعم واليمنيين لم يستفيدوا شيء غير أنهم نزلوا في قاع الفقر المدقع اليمنيين يستخدموا كدعاية كدعاية نحن نلاحظ الآن مثلا الإعلانة التي تم للمم المتحدة يظهر اليمنين أنهم يأكلون من الأشجار وأنهم فقرة ويطلبون التبرع لليمنين عندما نشاهد المسؤولين اليمنيين وماذا وسفرياتهم وتنقلاتهم وما يقومون به وعندما تشاهد أن هناك من يشحط بأسماء اليمنيين بأنهم يأكلون من أوراق الشجر يعني شيء مخجر سعيدنا التناقل في الموضوع نعم ما هي السبر الكفيلة للحد من التساع رقعة الفقر في أوسط اليمنين أولا لا بد أن يكون من ضمن بلود الهدنة مكافحة الفقر وبأقلها صرف المرتبات إذا ما تم صرف المرتبات سوف تنخفض نسبة الفقر هناك شريحة كبيرة يعني من المستفيد المرتبات إضافة إلى أن تتدخل الحكومة خاصة بوزارة التخطيط الدولي في عمل المنظمات أين تذهب المنظمات وأين تتم يعني الآن حتى أي منظمة تعمل تحت سيطرة في مناطق سيطرة الحوثين الحوثين يأخذ من 30 إلى 40% من هذا الدعم لماذا يأخذ هذا المبالغ بالكامل لماذا لا يستفيد منها المواطن ولماذا تسكت المنظمات الدولية على هذا الشيء على الحكومة أولا قلنا صرف المرتبات ثانيا الإشراف والرقابة على أداء المنظمات الدولية هذين الشيئين أعتقد أنهما سوف يصنعان فارقا كبيرا في المستقبل نعم أستاذ رشيد الآن سيئة المحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لكم نسوعد رجدا متوردك معنا شكرا مستمرة الملفات وفيها بعد الفاصل قوات مشتركة في بيلاروسيا وسيتقصف بالطائرات المسيرة والنيتو يناور بن عوي اشتركوا في القناة أسيرا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر لأيام بعد وعود تلقتها الحركة الأسيرة بتخفيف من معاناتهم إلا أن عادة الاحتلال هو التنصل وإنكار الوعود للأسر ما يجعل عودة الإضراب مسألة وقت لا أكثر أربعة مائة إضراب فردي شهدتها مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين ضد الاعتقال الإداري الذي سجل أعلى نسبة منذ بداية العام الجاري ليصل 1650 قرار اعتقال إداري استمرارا لنضال الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية علق خمسون أسيرا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي استمر 19 يوما وذلك في سبيل إعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة وما يجعل عودة الإضراب أمرا وشيكا تنصل إدارة مصلحة السجون عن وعودها بالتخفيف عن الأسر المضربين الاحتلال يستخدم هذا الاعتقال لتغييب أكبر عدد من أبناء شعب الفلسطيني اليوم نتحدث عن نواب من الاستشريعي أكاديميين صحفيين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طلب أسرى مخرين يتم إعادة اعتقالهم تحت هذا البند الاعتقالي دون تهمة ودون محاكمة ولا يمكن للأسير أن يعرف موعد خروجه من السجن يعاني الأسر المضربون أوضاعا صحية خطيرة يصارعون بها الموت التعب والإنهاك الشديد ونقصا لافتا في الوزن وألام في المفاصل وهزال شديد وغيرها من الأمراض المزمنة خاصة في ظل تقاعص إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتقديم الرعاية الصحية أو نقلهم للمراكز الطبية أعلن 30 أسيراً الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم واحتجاجاً على الاعتقال الإداري تطور هذا العدد ووصل إلى 50 مؤخراً وعدتهم إدارة السجون بتحسين ظروفهم وإعادة النظر في الاعتقال الغير قانوني الذي تمارسه سلطات الاحتلال حملات التنكيل والقمع اليومية مستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين بواترة متصاعدة ويتعرض الأسرى داخل سجن النقب وعوفر وجلبوع لاعتداءات وحشية تنفذها وحدات متسادة ونحشون واليمام المتخصصة في قمع وترهيب الأسرى من خلال الضرب والرش بالغاز السام والمسيل للدموع والشبح والعزل الانفرادية عبدالهادي فرحات لقناة اليمن اليوم فلسطين المحتلة في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حصار مدينة نابلس بشكل كامل فيما يواصل أهالي مخيم شعفاط العصيان المدنية رفضا لاستمرار إجراءات السلطات الاحتلال القمعية لليوم السابع على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة نابلس بشكل كامل بعد إغلاق كافة الحواجز والطرق المؤدية للمدينة في محاولة إسرائيلية لردع المقاومة في نابلس وعلى رأسها كاتبة نابلس وعرين الأسود في أعقاب العملية الأخيرة التي أدت إلى مقتل إحدى جنودها في عملية إطلاق نارين الأسبوع الماضي جنود الاحتلال أغلقوا مداخل قرية سر كما واصلوا إغلاق مداخل بلد الدير شرف بالسواتر الترابية والتي تربط نابلس بمدينة تيطو الكرم والجنين بالضفة الغربية وقررت لجنة الطوارئ العليا في نابلس رفع جاهزيتها تحصبا لأي طارئ في حين هدد أهالي مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة بالعودة إلى العصيان المدني حال استمرت إجراءة الاحتلال القمعية على الحاجز وبالرغم من وقف الأهالي العصيان المدني الذي أعلنه خلال حصار المخيم وفتح الحاجز الذي استمر إغلاقه ستة أيام إلا أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات انتقام ضد المواطنين الفلسطينيين معرقلة دخولهم وخرجا من خلال التفتيش الدقيق والمستفز مراقب نعتبر عج سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن السيطرة على الوضع في الضفة الغربية سيدفعها للتفكير بنقل المعركة إلى قطاع غزان لفتح الباب أمام خيارات أخرى فيما تتحسب المقاومة وتتأهب لمحاولة الاحتلال تنفيذ عمل عسكري ضدها وسط رصد إشارات ومعلومات تشير إلى رغبة الاحتلال في التحرك نحو هذا الاتجاه وتشهد كافة مدارس الضفة الغربية إضرابا جزئيا أعلن عنه الاتحاد العام للمعلمين رفضا للاعتداء على الكوادر التدريسية وهو ما سبق وأدانته وزارة التربية والتعليم داعية إلى التكاتف ووقف الجميع صفا واحدا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف العملية التربوية في الأراضي المحتلة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا أشرف عكا كاتب ومحلل سياسي أستاذ أشرف مرحبا بك أنا وسهلا بك ما جديد حملة الاعتقالات التي طالت الفلسطينيين يعني يحاول الاحتلال قتل روح المقاومة والنضال وإرادة الفعل الكفاحي للشعب الفلسطيني خاصة أن هناك روح معنوية عالية لشعبنا الآن وهناك امتداد لمساحة المواجهة ونوعية المواجهة مع هذا الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية وهناك مجموعات مسلحة عمليا في منطقة نابلس وجنين تتأهب لمواجهة الاحتلال وتجعل من قدرة الاحتلال لتعزيز قبطته الأمنية على الضفة الغربية صعبة بإرادة المقاومة والصمود والنضال لدى المجموعات المسلحة ولدى كافة أبناء شعبنا خاصة أن الاحتلال يكثب هجمته على شعبنا بالاعتقالات والاعدمات الميدانية واغتيال الأطباء والكوادر الطبية والصحفيين واستباحة المسجد الأقصى وغير ذلك وأكاديميين أيضا وأكاديميين أيضا نعم والقطعان المستوطنين يقطعون الطرق ويعتدون على المواطنين وعلى مركباتهم هناك حالة من عدم الأمان والأمن لدى المواطن الفلسطيني أثناء التنقل على الطرقات وبالتالي هناك شعور وطني عارم الآن هذا الشعور الوطني العالي والذي تحدث عنه وأيضا اشترك فيه غالبية ممن ذكرتهم أنت كيف يمكن أن تكبح جماح ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي خصوصا وهم يستغلون الأعياد ويستغلون يعني ما لديهم من أعياد ومناسبات وتشدد قبضتها تشدد الاعتقالات يعني تقمع بشكل أكبر تحتاج يعني الفعل الكفاح الميداني يحتاج إلى إسناد استراتيجي على المستوى الكل الوطني وعلى فهم طبيعة المرحلة التي تعيشها الحالة الوطنية الكلية هناك اتفاقيات وهناك أوسلو وهناك يعني مسار سياسي وديبلوماسي وقانوني وإن كان مهم ولكن الفعل الكفاح الميداني يحتاج إلى يعني حجد كل طاقة شعبنا وكل طاقة فصائل العمل المقاوم باتجاه تعزيز حالة الصمود والمواجهة خاصة أن هناك استيطان وهناك مستوطنون يتم تعزيزهم بالجيش الإسرائيلي وبالتالي لا قدرة لدى شعبنا يعني الأعزل على مواجهة هذا الاحتلال دون أن يكون في هناك رؤية وطنية اتراتيجية شاملة في إطار المصالحة الوطنية وفي إطار تعزيز كل عناصر الكوة الكفاحية والميدانية والسياسية والديبلوماسية والقانونية لشعبنا وأن يكون تحرك على مستوى القيادة وعلى مستوى الفصائل على مستوى المجتمع الدولي من أجل طلب الحماية الدولية لشعبنا وتحميل إسرائيل المسئولية الجنائية الدولية عن جرائمها وعدم الإقتراء ومطالبة المجتمع الدولي بعدم الصمت على جرائم هذا الاحتلال واللجوء إلى كل الآليات الدولية الضرورية حتى نستغل الوقت أكثر حدثنا أكثر عن مخيم شعفات حدثنا أكثر عن ما يحصل في نابلس يعني هناك حصار وهناك محاولة إسرائيلية لجعل حياة المواطنين في نابلس وفي مخيم شعفات وغيرها إلى التطاق والتنقل صعب وهناك حصار وهناك استيطان وهناك اكتحامات يومية ومدهمات ليلية تكون بها قطعات المستوطنين والجنود الإسرائيليين هناك تربص للمواطنين من الجيش الإسرائيلي ومن المقاومين وهناك طائرات إسرائيلية ما يسمى بالدارونات أو شعبية نسميها زننات في فلسطين لأنها عمليا تراقب كل الأجواء الفلسطينية ولكن الحالة الحقيقية لدى شعبنا أن هناك إصرار من أبناء شعبنا على المواجهة وهناك الكفاف جماهيري عارم وهناك حالة وطنية جدية الآن لإسناد الفعل المقاوم وهناك موقف وطني جامل من القيادة من الفصائل ومن كل فصائل العمل المقاوم ومن كل مؤسسات شعبنا لإسناد هذه الحالة الكفاحية في مواجهة ورد العدو نعم أستاذ أشرف عكا شكرا جزيلا لك في تونس تجددت المواجهات مساء الأحد لليوم الثالث على التوالي بجهة حي تضامن الشعبي غرب العاصمة تونسية وعمد بعض الشبان إلى غلق الطريق الرئيسة وإشعال الإطارات المنططية وإلقاء الحاويات ورشق قوات الأمن بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وملاحقة المحتجين في الأحياء الفرعية بالمنطقة فيما قال رئيس مكتب الإعلام في وزارة الداخلية التونسية فاكر بصغاية إن عددا من الموندسين شاركوا في الاحتجاجات بحي التضامن وحي الانطلاق لغاية سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة وفي العراق عبر الرئيس الجديد عبداللطيف رشيد اليوم الاثنين عن أمله في تشكيل الحكومة بسرعة مؤكدا عزمه السعي للتركيز على إقامة علاقات متوازنة بين بلاده ودول الجوار وقال رشيد في كلمة متلفزة بمناسبة تسلمه مهام منصبه من سلفه برام صالح إنه سيعلن برنامج عمله لرئاسة الجمهورية قريبا متعهدا ببذل قصارى جهده للتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها كما سيعمل على حماية الدستور المساهمة في حال المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية وفي إيران يبدو أن حركة الاحتجاج التي تجتاح البلاد امتدت إلى سجن في طهران والذي يعرف برمز القمع السياسي في تحدي جديد لنظام الملالي في وقت عبرت فيه الدول الغربية عن قلق عميق مما يحدث في سجن إيفين الإيراني مع مخاوف من تعرض المساجين للخطر خاصة بعد إعلان السلطات القضائية ارتفاع عدد الوفيات إلى ثمانية سجناء لم تكن الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها بوفاة الشابة الإيرانية معها الساميني قبل أربعة أسابيع حدثا جديدا على البلاد التي تتجدد فيها المظاهرة بين الفينة والأخرى ويعيد خلالها الإيرانيون مطالبهم بشرعنة حق الاحتجاج السياسي الذي يكفله دستور البلاد ومع استمرار الاحتجاجات والتساعد دائرتها ورغم كل الانتقادات الدولية للحكومة الإيرانية يبدو أن موقف المؤسسة العسكرية ثابت لن يتغير والتي حذرت من أنها لن تتساهل مع من وصفتهم بالعابثين بالأمن الوطني على خد زعمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي انتقد نظيره الأمريكي جو بايدن لتحريضه على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران رافضا دعم الأخير للاحتجاجات المناهضة للحكومة القمعية يأتي ذلك بعد أن حملت وزارة الخارجية الأمريكية إيران المسؤولية عن سلامة الأمريكيين المعتقلين في سجن إيفين وشددت على ضرورة إطلاق سراحهم فورا بعد الحريق الذي اشتعل فيه منذ يومين وراح ضحيته ثمانية من المحكوم عليهم بقضايا جنائية وفقا للمدعي العام في طهران والذي أكد أن أحداث السجن لا علاقة لها بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع تقارير إعلامية أكدت أن سجن إيفين في طهران يضم سجناء السياسيين وجنائيين وتم إيداع بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات المتواصلة منذ شهر في هذا السجن ما أثار قلقا دوليا إذا أما يحدث من انتهاكات صارخة بحق المحتجين على سياسة نظام الملالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا قال إن بلاده تراقب عن كثب الوضع بشأن حريق سجن إيفين في طهران وأن السلطات الإيرانية مسؤولة عن ضمان سلامة جميع السجناء داخل السجن ليؤكد على موقفه مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب باريل مشددا على ضرورة أن تتعامل السلطات الإيرانية بشفافية حول الأوضاع في سجن إيفين خاصة بعد سماع إطلاق نار وانفجارات أثناء الحريق الذي اندلع داخل المجمع واستخدام السلطات الغاز المسييل للدموع في المنشأة الحكومية معنا عبر سكايب ناصر عزيز أحوزي كاتب وصحفي أستاذ ناصر مرحبا بك مرحب حياكم الله تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام رقعة الاحتجاجات تتسع الأحداث تتصاعد هل نشهد نهاية نظام الملالي أولا هناك نقطة أنه السجن إيفين يضم فقط السياسيين ومزدوجوء الجنسيين وهنا ما قامت به سلطات الاحتلال والحرص التوري بالتحديد وهناك فيديوهات توثق ذلك هو عملية قصف للسجن بعد أن حاول السجن الاحتجاج وهناك بعض التسريبات من قادة النظام الإيراني تقول على أنه آخر خطوة للنظام الإيراني حسب تخوفه من المتواجدين في سجن إيفين اليوم المتواجدين في سجن إيفين من ضمنهم قيادات لدى الشعوب الغير فارسية مثلا على سبيل المثال الأخ حبيب إسيود نائب رئيس حركة النضاء العربي لتحرير الأحواز الذي تم اختطافه من تركيا على سبيل المثال هناك بعض من القيادات لدى الشعوب الغير فارسية القرد والبلوش وغيرهم أيضا البعض من السياسيين الإيرانيين لا ننسى أنه في هذا السجن نفسه كان مدير مكتب الرئيس الأسبق لما تسمى إيران أحمد نجاب إذن هنا تقصد هذا السجن فيه ناس ممن يخاف منهم النظام بكل تأكيد هنا عندما أتى لتصفية هؤلاء هو يدرك تماما أن هؤلاء لديهم تأثير على الشارع في جغرافيا ما تسمى إيران فحاول تصفيتهم لكن بصورة عامة حتى يعطي صورة أخرى للمراغب والمتابع على أن هؤلاء مجرمون هؤلاء سراف وهذه التهم دائما كنا دائما ما نشاهدها تطلقها سرطات الاحتلال على المناظرين على السياسيين وعلى من يعارضها في الفكر والرأي هذا ما تقوم به سلطات الاحتلال إذن اليوم عندما وصلت إلى هذه النقطة عندما رأى وهناك تسريبات من قبل بعض من القادة في الحرس الثوري كانوا يقولون أنه كان القرار عندما نرى أنفسنا وصلنا إلى الحاوية وصلنا إلى نهاية الخط نهاية الطريق نقصف السجن كي لا يخرج الموجودين في السجن وندعي أنه هناك حريق وأما إلى ذلك حصل في السجن وهذا ما حصل اليوم لا نستطيع اليوم لربما لا نستطيع أن نصل لبعض الأسماء لكن بعد فترة ستجد بعض الأسماء التي تمت تصفيتهم وتم قتلهم في هذا السجن هذا مؤشر على أنه النظام الإيراني يعرف وبدأ يدرك تماما أنه المرحلة القادمة هي أصف هذه الاحتجاجات اليوم لم تكن احتجاجات على الحجاب أو احتجاجات على مطالب فردية أو ما إلى ذلك اليوم الاحتجاجات لكل مننا له مطالبه اليوم الأحوازيين مطالبهم تحرير الأحواز اليوم الآذريين تحرير آذربيجان اليوم الكردستان والبلوش كل هؤلاء يطالبون بمطالبهم الخاصة لدى شعوبهم وكما قالها المتظاهرون هذه السنة سنة نعم دموية على الشعوب الغير فارسية لكنها سنة إثقاط خامنة ناصر عزيز أحوزي الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك نعم وفي العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتال مدرعة و100 قديفة هاول من عيار أكثر من 100 مليمتر ستصل لبيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية الروسية المشتركة وأكد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو أن إجمالية عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس حوالي 9000 فرد وكان الرئيس البيلاروسي ألكزاندر لوكاشينكو قد أعلن يوم العاشر من أكتوبر الجاري أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلادمر بوتين على نشر مجموعة قوات إقليمية مشتركة وذلك على خلفية توتر الوضع الأمني على الحدود الغربية لبيلاروسيا في غضن ذلك دوات عادة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بتزامن مع اطلاق صافرات الإندار تحذيرا من غارات جوية فيما انتشرت مقاطع مصورة لحريق النشب بموقع الانفجارات في حين قالت وسائل أعلام أوكرانية إن الانفجارات نجمة عن غارات جوية نفذتها طائرات روسية مسيرة قسرت الحرب في أوكرانيا منحا آخر غير ما هو معتاد بريا وهو الأمر الذي قد يغير الكثير من القناعات التي ما يزال الشتاء عاجزا عن تبديلها العاصمة الأوكرانية كيف تم نقل مشاهد حية منها وهي تتعرض لهجوم طائرة كيما كازاي عيرانية الصنع حيث ضربت العاصمة كيف أربع مرات على الأقل يوم الاثنين من جانبها كيف أعلنت حالة التأهب الجوي في عدد من مناطقها بجنوب وسط أوكرانيا وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مستمرة في استهداف مواقع القيادة العسكرية الأوكرانية وأنظمة الطاقة في البلاد مراقبون يرون بأن دخول روسيا الحرب بشكل أقل في الخسائر يأتي في رد سهل على تبني أوكرانيا استهداف جسر كيريتش قبل تسعة أيام والذي كانت تستخدمه روسيا في نقل عتادها العسكري ويأتي الرد الروسي على تبني كيف بعد أن توعد الرئيس فلادمير بوتين بعمليات رادعة لأوكرانيا التي تحدثت حينها بأنها ستدمر كل ما هو غير قانوني في إشارة إلى ضربها أي بنية تحتية قد تخدم روسيا في أوكرانيا وفي النهار الذي استهدفت فيه روسيا العاصمة الأوكرانية كيف كان حلف الشمال الأطلسي أقام مناورات الردع النووي باستخدام قاذفات القنابل الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية وبمشاركة ألمانية لمناورات واسعة في سماء بلجيكا وبريطانيا العظمى لكن النيتو أوضح بأن المناورات النووية ليست رد فعل على الحرب الروسية ضد أوكرانيا بل إجراء تدريبي روتيني لا علاقة له بالأحداث العربية الجارية لضمان بقاء الردع النووي للحلف آمن وفعال لمناقشة الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو عادل الربيعي معاد ومقدم برنامج بالقلم الأحمر مرحبا بك أهلا وسهلا بك بداية عادل هل ما يحصل في كييف هو رد فعل لما حصل في جسر أو تفجير كورانيا لجسر القرم أم أنه ناتج عن انسحابات روسية قبل أيام من كييف ولماذا تم استخدام سيارات انتحارية في هذا الوقت في الواقع تأتي العمليات هذه في ضوء توسع أو طبيعة المرحلة الجديدة التي لحكت تفجير جسر القرم ولحكت قرار الضم والتعبئة الجزئية الروسية طبعا كان هناك الرد الأساسي على جسر القرم تمثل فيما حدث في يوم الاثنين الماضي لكن ما حدث اليوم هو جاء على أساس أن الجيش الأوكراني لم يلتزم بعد بقضية الاختراكات كان هناك اختراكات على مدينة بلجورد الروسية لمدة أربع أيام متتالية كان آخرها هجوم صاروخي على هذه المدينة الحدودية مع خاركيف والتي لا تحتوي على أي قواعد عسكرية روسية ولكن الأوكرانيين اختاروا أن يستهدفوا التجمعات السكانية واستهدفوا المطار بصواريخ في مارسة الأخيرة التي تعد مضعوبة من الغرب هذه النقطة معينة جعلت الروسيا تتجاه نحو إيجاد رد كبير جدا باتجاه من كايف في ظل استراتيجية أو خطاب بوتين الذي أعكب الهجوم الكبير اليوم الاثنين الماضي وعندما قال بأنه أي تجاوزات أو ضرب أراضي روسية سيتم الرد عليها بما يوازي من بصدر التهديد طبيعة هذا الرد كان كاسي جدا يعني هناك رسائل كبيرة جدا للناتو كمان نذكر دائما بأن الروس لا يواجهون أوكرانيا لا يواجهون القيش الجوسي وبالتالي في هذا الرد الأخير الذي حدث اليوم استخدمت روسيا طائرات انتحارية كامي كازي هذه الطائرات عندما نراها أو نسأل لماذا تم استخدام هذه الأداة في هذه المعركة نستخلص هذه الاستراتيجية عاقب الضربة الكبيرة التي كان بها الروس لكييف واستطاعوا أن يضربوا ما يزيد عن 40% من البنية التحتية كان النيتو يقوم بنشر كواعد صواريخ دفاع الجوي وأعلنوا صراحة وكان هذا النوع الجديد فكانت روسيا تستخدم هذه الطائرات بحكم أنها متخصصة تماما في افشال أو متخصصة تماما في ضربة صواريخ الدفاع الجوي التي فعلا استطاعت أن تضرب اليوم وفق التقارير للجيش الروسي استطاعت أن تضرب صواريخ مي أرم أو بطارية الدفاع الجوي وكذلك غيرها من الأنظمة التي جاءت من الولايات الأمريكية ومن بريطانيا ومن ألمانيا وبالتالي هذه الضربة في هذا التوقيت وفي هذه الآليات تؤكد بأن روسيا تفقد الإضافة التي جاءت كردا على الهجوم الأوكراني ويضا جاءت على الترتيبات النيتو التي لحكت الضربة القوية بالصواريخ الاستراتيجية كذلك تأتي في ضوء رغبة موسكو في الرسالة للنيتو بأنه أنا لن أعتمد فقط على الصواريخ الباليستية والصواريخ الكروز أستطيع بهذه الطائرة متخصصة في ضرب الوطارية وهي غير كادرة على الكشف وعندما تكشف تكون بضرب الرادارات وبالفعل هذا معلوم الجيش الروسي اليوم بأنه ضربت الأربع رادارات رصد في كيائيف ضربت أيضا رادارات خص أو الرادار الأمريكي الذي وجه الويد المدفع الأوكراني بصورة كاملة كل هذا كانت ضربة قوية أيضا ضربت البنية التحتية للكهرباء بدرجة كبيرة وأصبحت أوكرانيا تقريبا 90% في الضلام ضربة قوية في إطار التهديد الاستراتيجي الروسي أنه أي مسل الأراضي الروسية سيكون ثمنها مكلف جدا في الجانب الأوكراني النيتو سارع بالإضاحة وأن المناورات النووية ليس لها دخل بالأزمة العالمية ولا ما يحصل في أوكرانيا السؤال هنا هل ردت روسيا على هذه المناورات في هذا الوقت الحساس بقصف كييف هو في الواقع المناورات النووية الخاصة بحلف النيتو هي مناورات روتينية تأتي بصورة دورية في هذا الموعد من كل عام هناك مناورات نووية يقوم بحلف النيتو على العادة وأيضا هناك يليها بعد أقل من 70 هناك مناورات روسية بالمقابل بنفس الموضوع الدوري وبالتالي الإعلام يحاول أن يستخدم أو يسخر هذا الموضوع في إطار الحرب الأوكرانية وبالفعل هناك استخدام هناك استخدام لكن لا توجد في الواقع إذا ما غادرنا على حقيقة الاستهلاك الإعلامي والمحاولات التوظيف الإعلامي السياسي بأن هناك حرب نووية لا توجد هناك في الواقع خطر حقيقي لحرب نووية في هذه المرحلة تحديدا لأن هذه المناورات الدورية وكما ذكرنا بالنيتو كان حريص بقدر كل الإعازات بأن هذه تأتي باسم الردع النووي لروسيا حريص بأنه يوضح للعالم بأن هذه الدورية ليست أكثر الطرفين سواء روسيا أو حلف النيتو يمتلكوا القدرة على ضبط استخدام السلاح النووي ليس باستخدام الزرار النووي مرهون بيد بوتين وبيد أكوى والقيادات العليا في هذه الدول وبالتالي ليس ارتقالي هناك خط ساخن طبيعي بين القيادات بين كل من روسيا وبين الدول الأوروبية والدول سواء الولايات الأمريكية أو بريطانيا هناك شيء مهم جدا أريد أن أقوله في هذه النقطة بأن الرئيس الفرنسي قبل ثلاث أيام وثلاث ساعة خرج وصرح تصريح أضر النيتو كثير أو كشف حقيقة عدم التفكير فعليا في استخدام السلاح النووي من كبير الغرب في حل ما أستخدم بوتين سلاح نووي تكتيكي بين كوسين أن ماكرون خرج في لقاءة تلفزيونية وتحدث بأنه إذا استخدمت روسيا أي سلاحة نووية تكتيكية في أوكرانيا فنحن لن نتدخل لأن عقيدتنا النووية الفرنسية لا تسمح بذلك مما جعل الرئيس أو وزير الدفاع البريطاني ينتقده بشدة ويقوله أنت أفقدت الغموضة الاستراتيجية التي تتمتع فيك النيتو وبالتالي انفضح الموضوع التأويل أو التلويح باستخدام السلاح النووي ابتداء من كبير للنيتو نعم عدل الربيعي معدو مقدم برنامج بالقلم الأحمر شكرا جزيلا لك سعدنا جدا المتوار جدك نفذ العشرات من طلبة جامعة تعز وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي تنديدا باختفاء الطالب نوها عبدالله الجماعي التي اختفت الخميس الماضي في الوقفة طالب المحتجون الجهات المسؤولة سرعة الكشف عن ملابسات الحادثة ومصير الطالب المخفية منذ خمسة أيام فقدت أختي من يوم الخميس تاريخ 13 عشرة 2022 خرجت مبكرة إلى الجامعة ولكن لم نعلم عليها أي خبر لحد اليوم توقعنا يوم الخميس إلى الجامعة بعد ما مرت فترة طويلة على عدم رجوعه فتشنا الكلية التطبيقية بعدين يوم ألقوا مع طالبنا أنه يفتح الكاميرات الكاميرات الأمامية كانت عطلانة فلم نعرف نشوف أي حاجة أما الكاميرات الخلفية لن نشاهد فيها أي شيء يعني ما عرف نش نحدد خروجه أو دخوله من الكاميرات الخلفية ولازلنا لليوم مستنين أي خبر نعلم أين أنها إحنا كمعيدات كموظفات كفنيات كتالبات كطلاب كلنا خرجنا نقول فين نهى وين نهى نش نعرف ما صير نهى اليوم بن نهى بكرة بطالبة ثانية إذا ما كانش الموضوع خرج واضح للناس فين نهى طيب إحنا نش نعرف فقط ما صير نهى إيش صار بن نهى فقط هذا الشيء المطلبنا كيف الطالب يدرس كيف يتعلم كيف يشعر بالأمان وهو حاسس بهذا المكان إن أنا أخاف أنا ممكن أختطف أنا ممكن أغيب عن أهلي إيش شعوركم قضية نهى القضية ما زالت رهنة تحري الجزال الأمنية تقوم بالتحري وتعمل ليل نهار على تتبع الخيوط وهناك نتائج إن شاء الله طيبة وإحنا خلال الساعات القادمة سنعمل على عقد مؤتمر صحفي نوضح فيها تفاصيل هذه القضية والقضايا الأخرى إن شاء الله إلى ذلك كشف باحث يمني مختص في الأثار عن مزاد عالمي لبيع أكثر من أربعين قطعة أثرية ذهبية وبرونزية من تاريخ اليمن القديم سأتعرض في الثلاثة من نوفمبر القادم بذكر عيد الجلاء وفي منشور بصفحته على فيسبوك قال الباحث عبدالله محسن إن دار مزادات تايم لاين في لندن سيعرض ويزيد عن ستة ألاف قطعة أثرية من أنحاء العالم منها مئة وعشر قطعة أثرية مصرية وأكثر من أربعين قطعة ذهبية وبرونزية من أثار اليمن القديم وأشار إلى أن القطعة الأثرية من مجموعات تجار أثار من فرنسا وبريطانيا واليابان وإسرائيل أبرزهم شلوم مسييف توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على محافظات حجة والحديدة وتعز والحجوئب والضالع وأبيا والبيضاء أوضح المركز أن الأمطار سوف تكون مصحوبة بالعواصف والأجواء وباردة نسبيا على صعدة وعمران وصنعاء ودمار وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين 6 إلى 10 درجات مئوية ونبه السائقين من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب والشابور المائية وأكد أن كمية الأمطار التي تم قياسها خلال 24 ساعة الماضية في الحديدة بلغت 19 ملي متر وصلنا معكم إلى نهاية ملفتنا الأخبارية شكرا لطيف المتابعة إلى اللقاء دقاؤنا على خير في أمان الله